أنا سعيد جداً بدعوة القاضي محمد عبد السلام الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين لمدخلته في بداية هذه الجلسة كشخص درس في الأزهر وكشخص أيضاً رفيق لدكتور أحمد وهو يدعم منذ زمن تحالف الأمم المتحدة للحضرات هو شريك بارز وبعد أن يطلع علينا مداخلته سوف يكون هناك نقاش السيد القاضي عبد السلام تفضل الكلمة لك السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم السيدات والسادة أبدأ كلمتي بالشكر الجزيل لتحالف الحضرات ممثلاً بالصديق العزيز ميجيل موراتينيوس الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضرات على دعوته الكريمة للمشاركة في هذه الدورة التاسعة للمنتدى العالمي لتحالف الحضرات وأعرب عن سعادة الغامرة بنعقاد هذه الدورة في فاس العاصمة الروحية والعلمية للمملكة المغربية التي تعني برمزيتها التاريخية وإرثها الحضار العريق الكثير لكافة المؤمنين بقيم التعايش والأخوة والحوار والساعين إلى الخير في عالمنا واسمحوا لي أن أذكر بواحدة من تلك الدلالات الخاصة بهذه المدينة التي تضم جامعة من أعرق مؤسسات التعليم العالي في العالم ولا تكمن الرمزية الأقوى لهذه الجامعة فقط في أن مؤسستها في منتصف القرن التاسع الميلادي كانت امرأة مسلمة هي فاطمة الفهرية بل في مستوى التسامح والتعايش الذي مثلته هذه المعلمة كذلك إذ استقبل الطلاب العلم على اختلاف قومياتهم وبلدانهم فدرس في الجامعة كبار العلماء من مختلف الأديان وكان البابا سيلفستر الذي أصبح بابا للفاتيكان من 1999 إلى 1300 ميلادية كما تخرج فيها العالم اليهودي المؤثر والفيلسوف موسى بن ميمون القرطبي المعروف وغيرهم من العلماء والفلاسفة هذا النموذج الحضاري الذي يمثله هذا المجال مجسدا في العديد من المؤسسات العلمية بالمملكة المغربية هو تعبير حي لما يمكن أن يكون للدين من تأثير إيجابي وما تمثله قيمه السامية من دوافع يمكنها أن تحدث أبلغ الأثر في إدراك المجتمعات لمعنى الحضارة الإنسانية الواحدة التي تسهم فيها المجتمعات المختلفة بتنوع ثقافاتها وتمثل تلك القيم في الممارسات وتمثل تلك القيم في الممارسات الثقافية والمجتمعية ومنطلق ذلك كله هو التركيز على معنى الكرامة الإنسانية هذا المعنى الذي نسعى إليه جميعا وتسعى إليه أيضا مؤسسة تحالف الحضارات من خلال العديد من الجهود التي تقوم بها هذا المعنى المعمق في التكريم الإلهي للإنسان بغض النظر عن أصله وعرقه ولغته ودينه الحقيقة أن كافة القيم الأخلاقية والأسس الثقافية والتقاليد المجتمعية التي تنبذ العنصرية وما تنتجه من خطابات الكراهية عموما وكراهية الأجانب بشكل خاص تتغذى على مصدرين أساسيين هما خطاب الهوية المتطرف ومشكلة العدالة الاجتماعية وأرى من الأهمية بمكان إيجاد نوع من الاتفاق حول أهمية هذين المصدرين في التعامل مع أي خطابات عنصرية أو معادية للآخر المختلف ثقافيا أو عرقيا أو دينيا أو لغويا فبالنسبة للقضية الأولى نحتاج اليوم بشكل ملح إلى الدين فالأديان هي التي تواجه هذا والأديان هي التي تؤكد على أن الحدود الحقيقية للهوية لا تتجلى إلا بالتواصل الإيجابي والحوار مع غيرها من الحضارات والثقافات ولعل بعض فلاسفة المسلمين عبروا تعبيرا بليغا عن هذه الحالة التواصلية وأهميتها في بناء الكرامة الإنسانية وبناء الاستقرار المجتمعي وبناء الهوية أيضا حين اعتبروا أن الهوية فرع عن الأصل الذي هو الغيرية أما بالنسبة للقضية الثانية المتعلقة بالعدالة الاجتماعية على المستويين الوطني والدولي فاسمحوا لي أن أقول أنها باتت واحدا من أكثر التحديات التي تواجه القادة الدينيين في عملهم على تعزيز السلام والاحترام المتبادل المتبادل وإشاعة قيم الوآم الاجتماعي وليس ذلك لأن غيابها يظل مصدرا دائما لفقدان الاستقرار وأشكال الاضطرابات المختلفة فحسب بل لأن العدالة مصدر شرعية أخلاقية كبرى لأي خطاب ديني يسعى لتعزيز السلام ومبادئ الحوار بين الحضارات المختلفة في عالمنا إننا كعاملين ضمن مؤسسات تستلهم قيم الدين في التعامل مع تحديات العيش المشترك نواجه صور التطرف الفكري والديني ومظاهر الكراهية باسم الهويات والقوميات والأديان أو حتى تلك التي يتحمل مسؤوليتها الخطاب الشعبوي الذي يحمل الآخر المختلف أو الأقليات أو المهاجرين مسؤولية المشكلات الاجتماعية والاقتصادية في العديد من البلدان أو يعتبرهم خطرا مهددا للهويات القومية والوطنية ومستقبل ثقافاتها كل تلك المظاهر لا يمكن التقدم في التعامل معها دون الاعتماد على العمق الثقافي والديني والأخلاقي الذي يؤمن بتكامل دوائر الانتماء والهوية دون تقاطع وقدسية العدالة في تدبير العلاقات الإنسانية والاجتماعية على كل المستويات مع الإيمان بقوة تأثير تلك العوامل الروحية في حياة الناس واسمحوا لي أن أشارككم بكل اعتزاز ما أعتبره واحدة من أهم ثمار هذا الحوار الديني في عصرنا الحديث وهو توقيع تلك الوثيقة التاريخية الأبرز بين الإسلام والمسيحية وهي وثيقة الأخوة الإنسانية في الرابع من فبراير 2019 في أبو ظبي هذا النص الذي وقعه الرمزان الدينيين العالميين فضيلة الإمام الأكبر الشيخ الدكتور أحمد الطيب مع أخيه البابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية بمشاركة وحضور ممثلي أديان العالم مثلت نداء لكافة أفراد العائلة الإنسانية من أجل تعزيز السلام والاحترام المتبادل والوآم الاجتماع القائم على احترام كافة الفئات وصيانة حقوقها بما فيها تلك الأضعف أي الأولى بالدعم والمساندة وهنا لا بد أن أنوه بما قدمته مؤسسة تحالف الحضارات من دعم كبير لهذه الوثيقة من اللحظة الأولى التي ولدت فيها وأعلنت للعالم وإنني من هذا المنبر لأدعو إلى البناء على هذه المبادرة التي اتخذتها الأمم المتحدة باعتبار يوم توقيع الوثيقة يوما دوليا للأخوة الإنسانية بأخذ مضامينها في صياغة التشريعات والمواثيق الدولية الخاصة بالعلاقات بين الحضارات وتعزيز القيم الأخلاقية والروحية كما أدعو إلى مزيد من إيلاء الأهمية لدور قادة الأديان في التعامل مع مشكلات عدم السلم والاحترام المتبادل وهو ما تؤكده وأكدته كلمة الأمين العام بالأمس ويؤكده العمل الذي تقوم به منظمة الأمم المتحدة على مستويات عديدة لقد عملنا في مجلس حكماء المسلمين على امتداد السنوات الماضية للتركيز على أهمية معاني الحكمة في تجلياتها الواقعية وعلى الأدوار التي لا غنى عنها لمن يمثلونها من القادة الدينيين والمجتمعيين في أي مجتمع الأخوة العزاء إنني أجدد تقديري وشكري للمملكة المغربية ولتحالف الحضارات على عقد الدورة التاسعة في هذا البلد المضياف الكريم ذو التاريخ العريق في العلم والفكر والثقافة والتعايش وفي هذا الموضوع تحديداً شديد الأهمية لأرجو أن تكون هذه الحملة الفكرية مقدمة لوعي عالمي أكبر بقيم الحوار والتعايش باعتبارها أساس الاحترام المتبادل وعماد السلام الحقيقي والدائم لعالمنا شكراً جزيلاً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً جزيلاً